اشتركوا في القناة وفيه برضو بعض الملاحظات السلبية كده اللي لازم تخلي بالك منها لكن كده الموبايل يعتبر كويس لكن قبل ما نقول انه هو كويس ونحكم عليه وخليونا برضو مع بعض كده نعرف تفاصيل الموبايل بيقدم لنا ايه حلو في الجيمز ولا لا حلو في الكاميرات ولا لا بطارياته ايه الاوبشينات بتاعته والسوفتوير بتاعته عامل ايه فخليوه النهاردة نتكلم على الانفينيكس هوتن اس اللي هو نجاح نجاح كبير الاول اعمل لايك للفيديو عيز تفجير لللايكات يا جماعة اللايكات بقى كتير بقى الانفينيكس هوتن كان عامل لايكات كتير كده وعمل فيوز كتير فاتمنى يعني ان يمشي على نفس الناحظ نخش سريعا على الانفينيكس هوتن اس لكن ما تنساش تابع اللايك امس باشتراك في القناة فعلى الجرس عشان تبقى حد متابع لكل جديد والانفينيكس هوتن اس الموبايل نازل بنسخ كتير جدا اقل النسخة فيها هتبقى اربعة جيجا رام مع مساحة داخلية اربعة وستين والنسخة تانية ستة جيجا رام مع مساحة داخلية مئة تمانية وعشرين وكلها حاجات بسيطة وهنتأكد بالزبط ايه النسخ اللي نازلها واسعارها ايه بالزبط هواسيبها لكم في اول كومنت فهتابع على طول القناة كده وبرضه ممكن سيبها لكم على كوميونتي او المنتدى لو جينا الاول حاجة انت بتقابلها وهي قلبة الجهاز علبة الجهاز موجود فيها كل حاجة معادة حاجة وحيدة مش عارف انتريكس ما جابتهاش ليه وهي الهند فري مش موجودة في علبة الجهاز اما بقى لو بمسكنا الموبايل وجينا ليه الموبايل نفسه فحتلاقي الموبايل التصميم بتاعه يعتبر تصميم للكاميرات كويس مش وحش لكن الدزاين بتاعه عادي جدا وتقليدي بصمة موجودة خلفية مش عارف ليه ما جابتهاش بقى زي الموبايلات الجديدة الوقتي في جنب الموبايل لكن استيل برضه الموبايل ما زال يعتبر كويس ودي فيها اقتصادية بتبقى عايزة تقلل في التكلفة دي عشان تديك في حاجات تانية لكن ما زال تصميم الموبايل كويس لكن الحجم بتاعه كبير شوية وكمان الموبايل تخين شوية فخلي بالك من النقطة دي حجمه كبير وتخين حبتين الموبايل بيقبل تزويده كارت موموري خارجي بجانب الخطين فده بيبقى شيء كويس بيريحك بقى كده لو عايز زود مساحة داخلية فما عايشة معلم موجودة نلف بقى الموبايل ونيجي لشاشة الموبايل هتتصدم هتلاقي الموبايل الشاشة بتاعته نوتش عادي حاجة قديمة مش عارف ليه مجاش هول بانش على الجنب او في النص او ايا ان كان حتى الانفليكس هوتين اللي هو يعتبر اقل من ده كان هول بانش كان شكله جمالي اكتر مش فرق كتير مش هتفرق كتير هي الموضوع كله جمالي الشاشة العادية اي بي اس ال سي دي شاشة عادية جدا مش فول اتش دي يعني اخيرها 720 بي لو انت بتفرج على فيديوهات في اي مكان ما مش هتوصل لالف وتمانين وكسفت بيكسلات ميتين تلاتة وستين بيكسل لكل انش لكن الشيء المميز هنا في الشاشة بقى انها بتدعم معدل التحديث تسعين هرتز ده شيء مميز جدا بيديك كده شعور بالسلاسة في الشاشة وانت بتتنقل وانت بتتحرك بتبقى سالسة ونعمة معاك فده ممتاز جدا تقريبا الفئة الاقتصادية دي ما شفناش فيها مبيلات تسعين هرتز كان كل مبيلات ستين والتسعين والمية وعشرين بتجدنا في المبيلات الاعلى من كده وكان بتيجي قبل كده في الفلاكشيب وشاومي بدأت الموضوع او ريلمي هي اللي بدأت الموضوع في الريلمي سيكس والسيكس برو وبعد كده بقى شاومي مسكدو والشركات كلها دلوقتي بقى تستخدمها لكن في الفئة دي تقريبا مفيش مبيل جالنا تسعين هرتز قبل كده فدي اول ميزة حصرية جاية في الانفينيكس غوت تين اس لكن يا صاحبي مازالت الحصيريات مستمرة والمميزات القوية مستمرة في الانفينيكس غوت Però لما تلاقي المعالج هو هليو جي خمسة وتمانين هليو جي خمسة وتمانين ده بروسر كوايز جدا على الفئة دي يمكن اقل لمبيل انزل كان في البرسر ده وهو الريدمي نوت ناين الريدمي نوت ناين كان بتários تلاف واهما زال تقريبا وبرضو كمان نازل السنة ده في السامسونج جالاكسي اتنين وتلاتين اللي هو باربع تلاف جنيه فالبروسير ده ممتاز جدا اكيد ومميز جدا واداءه قوي قوي في الجيمز والالعاب التقيلة فعيش يا معلم بسهلك شوية من البطارية انا عارف لكن انفينيكس بقى ما بخلتش عليك جابت لك بطارية قوية ستة الاف ميلي انبير عيش يا معلم بتقول لك العب لو انت بتحب الالعاب بتحب الجيمز التقيل جابت لك بروسير هنا قوي جدا جابت لك شاشة كبيرة مش عارف قلت حجمها لا ستة وتمانية انش تقريبا تشا كبيرة جدا مع كمان معدل تحديث عالي مع بطارية كبيرة عشان تعيش لكن ما فيه شحن سريع الشحن هنا عادي شحن عشرة واط ودي من ضمن الملاحظات السلبية وكمان منفز الشاحن اللي هو اليو اس بي العادي القديم نسينا يا انفينيكس والله خلاص نسينا ما بقاش عندنا الشواحن بتاعته وانتهت خلاص يعني المفروض يعني عامل حاجات حلوة يبقى طيب سيبقى خلاص ده ده شيء بديه جدا لكن خلاص ده امره واكع الموبايل هنا منفز الشحن بتاعه القديم اللي هو انت لازم تثبطه لو لسه موجود عندك فهو ده الشحن اللي جاي لكن نرجع كمان للحصريات والاداء الكويس ان الموبايل ده نازل باندوريد مباشرة من العلبة وده شيء مميز جدا ويوجد انفينيكس الاكس او اس سيبن بوينت سيكس اتحدثت او هتتحدث اول ما تجيلك اول ما تفتح الموبايل فدي كلها حاجات كويسة مع رام عالي وي مساحة داخليها كبيرة في الفئات دي فدي حاجات بجد حصرية لانفينيكس فممتازة جدا وممتاز جدا في الموبايل ده نخش بقى معلم في الكاميرات هل قللوا في الكاميرات الكاميرا رئاسية هنا بدقة تمانية واربعين ميجا بيكسل وده شيء مميز جدا والفئة الاقتصادية دي او الفئات دي من فترة قريبة والله ما كانت فيها تمانية واربعين بيجا بيكسل خالص وانا كنت مستغرب للموضوع ده يعني لحد ما وصل لقرب تلات تلاف جنيه مش لاقي كاميرا بيتفاصيل كبيرة او بتفاصيل عالية او بتمانية واربعين ميجا بيكسل فمؤخرا اتدت الكاميرا دي تنتشر التمانية واربعين ميجا بيكسل تنتشر في الفئة دي والانفريكس هو ال10s كاميرا رئاسية بدقة تمانية واربعين ميجا بيكسل بفترة العزة اف ون بوينت ايت وكمان موجود كاميرتين كده ما لهمش استخدام فعلي اتنين ميجا بيكسل للبرتري او للعزل للصور وكاميرا مساعدة AI للجمال او للزكاء الاصطناعي بتبقى كاميرا مساعدة للكاميرات يعني ملهمش لازمة اوي ممكن يعمل الكلام ده موجود كمان كاميرا للسيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل الكاميرا دي ادقها مش افضل حاجة خالص لكن بالنهار بتبقى الصور اكيد والتفاصيل فيها قويسة جدا اما بالليل او في الاضاءة الضعيفة بتبقى الصور مش افضل حاجة الشيء المميز ان الكاميرا دي موجود فيها فلاشين مش فلاش واحد الكاميرا السيلفي موجود فيها فلاشين فدي بقى بتبقى مميزة جدا وكويسة وكمان موجود اوبشن كده من الصوفت وير اللي انت تستخدمهم كفلاش تنور بهم عادي وتشغل كمان الاتنين الامامي مع الفلاش الخلفي فبتحس ان انت عمل استوديو فده شيء مميز جدا وحركة كويسة في الصوفت وير الخاص بإنفينيكس اللي ابتدى الى حد ما يتطور شوية ومازال محتاجين تطوير واهتمام فيه اكتر من كده يعني محتاجين بقى الموديلات اللي بتقدم برضو يستمر الابديتس ليها والتحديثات الاندوريت توصل لها برضو بصمرار مايبقاش زي الهوت ايت اللي ترامى خلاص ومن الحاجات التماني الحلوة برضو اللي ما زالت انفينيكس بحافظة عليها وهي الشبكات بتاعتها الشبكات بتاعتها انا ما شفتش فيها مشكلة كبيرة او ما شفتش فيها مشكلة وما سمعتش خلص ان حد بشتكي من شبكات انفينيكس زي شركات تانية هي الشكوة كلها او التعليق انا السلبي عموما على انفينيكس حتى الان ان محتاجة تهتم بمديلاتها القديمة وده هيبقى موبايل منهم يعني بعد سنة هيبقى اكيد ده موبايل منهم هيبقى خلاص قديم فمحتاجين برضو اللي يشتري الموبايل يجيلوا افديتس بصمرار سواء بقى افديتس الاندرويد او تحديثات الامنية او كل الحاجات دي تجي لهم بصمرار بقى فيه دعم كامل لموبايلاتها وينفينيكس بجد عاملة شغل جامل جدا وابتدت ترجع بقى كده للمنافسة وبتنافس شاومي يعني ابتدت خلاص تنافس في شاومي في تقديم القيمة مقابل سعر والهوت 10 اس من الموبايلات الكويسة جدا واللي جايت بيه اداء قوي جدا ورام وروم عليين جدا ويه بس الملاحظات السلبية كده لو عايز تقرفها فخلينا نبدأ بيه الملاحظات السلبية او العيوب اللي انا شفتها في الموبايل ده ويمكن اول ملاحظات السلبية في الموبايل ده هو منفذ الشاحن القديم منفذ الشاحن ده خلاص بيطل خلاص فكنا محتاجين تغييره تانية حاجة وهي لا علاقة برضو بالاولانية مدة شاحن كبيرة او للبطارية كبيرة بطارية كبيرة 6000 ميلي امبير وهتقع كمان مدة شاحن كبيرة جدا لاني الشاحن جاي عشر وط بس هتوصل لها في حدود اربع ساعات عشين تشحن البطارية فده وقت زمني كبير جدا في 2021 النوتش اللي جاي في الشاشة النوتش ده شكله بيخ جدا وشكله قديم جدا مع الامكانيات العالية او اللي جاي في الموبايل يعني الموبايل جاي بامكانيات رهيبة جدا كان سهلة جدا ان انت تعملي النوتش الخاص بالكاميرا السيلفي يبقى على جنب هتبقى اشياء اكيد وكمان الكاميرا الالتراويد هنا مش موجودة في الموبايل لو انت مهتم بالنقطة دي وكمان شاشة الموبايل مش فول اتش دي بس لكن الاتنين دول ملحظات سلبية موجودين في موبايلات تانية كتير وممكن نتقبلهم شوية وكمان ملحظات سلبية مقدرش اقول عليها عيب ان السيلفي اعتبر ضعيف مش افضل حاجة وتقريبا شركات كتير جاية برضو نفس السيلفي الضعيف ده وكمان واجهة انفينيكس ما زالت فيها اعلانات كتير وفي اعلانات ما بتعرش تلغيها وفي شوية خيلة كده لو انت بتتزعج من الحاجات دي في ناس عادي جدا بتبقى الاعلان موجود قدامها وبتعامل عادي فانا بس بقى بقى اللي هتنتبقى لها عشان تدقى من اما بقى ابطالة وجينا المميزات في الموبايل ده فعتاخد حاجات كتيرة جدا في الموبايل ده اول حاجة اداء قوي جدا اداء خرافي الهيليو جي خمسة وثمانين في الفئة السعرية دي كويس جدا شاشة كبيرة ودعامة لمعدل التحديث العالي التسعين هرتز وده برضو شيء مميز جدا بجانب طبعا الرامي الكبير والمساحة الداخلية الكبيرة الممتازين جدا في الفئة دي فدي كلها حاجات كويسة وبرضو الكاميرات الخلفية او الكاميرا الخلفية المعقولة والممتازة في الفئة السعرية دي فده برضو يعتبر كلها حاجات كويسة في الانفينيكس هوت 10 اس وطبعا ده كله بجانب البطارية الستلاف ميلي امبير الكبيرة جدا واندوريد 11 اللي هو احدث اندوريد موجود حاليا ده كان كل شيء بخصوص الانفينيكس هوت 10 اس هينزل بألوان كتيرة جدا اختار ما بين ده او ده وقريب جدا السعر الرسمي هيتعلن هكتبه لكم في اول كومنت وطبعا تابع القناة عشان طبعا تقدر تستفيد لو عايز تحجز الموبايل فبس كده ده كان كل شيء بخصوص الانفينيكس هوت 10 اس لو ليك اي اصفصار او تعليق اكتبه في الكومنتات ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان لايك ده بيساعد الفيديو انه يوصل لغيرك ويعرف المعلومة بس مش اكتر مش ان انا فرحام بلايك فشكرا لكم قبل ما انا اشكر اعمل اشتراك ايوة ده اللي هفرح بيبقى اعمل اشتراك فعل الجرس عشان انا مش بكلم دفسي بس كده ابطال اشوفكم دايما على خير في رعاية الله